أستاذ أيمن وهي مسألة اشمعنا الربعيات هي اللحظة بهذه الشعبية الهائلة الله على السؤال طيب خليني بس أضيف حاجة كمان على الشكل المؤسسي الفني اللي كان عليه صلاح جهين كاتبا وزجالا وإلى آخره الراجل ده كان مؤرخ الراجل ده أرخ للشخصية المصرية الفنية بمنتهى السلاسة وخفة الدم يعني لو تراجع أعماله الراجل ده كان بيصحى الصبح يرى الأخبار ويوم أي الهال نزجل أو شعر أو أغنية أو سيناريو واخد بالساتك طيب رجوعا للربعيات خليني أخد فكرة الربعيات واروح لحاجة كانت ترند يمكن آخر خمس ست سنين القراءة لباولو كويلو آه آه صح مش واخد بالك من التشابه بين باولو كويلو وشخصية صلاح جهين رغم أن شخصية صلاح جهين أعمق وأخف دم منه أنا أشوف أن هو أعمق بكتير من فاولو كويلو وقد يضطهدني البعض أن أنا بشوف أن فاولو كويلو مش بالعظمة دي هو كاتب رائج جارسيا ماركيز برقاب تويع جميل هناخد لتنين دول ونبص من الزاوية دي على صلاح جهين أعمق بمراحل أعمق وأخف يعني الراجل ده كان بيصيغ فلسفة في جملتين ونص اللي هي الربعيات فده عمل رائد عمل يستحق الدراسة الربعيات وطبعا يعني هنشكر مجهود الراحل سيد مكاوي والعظيم علي الحجار لكن أنا شايف أن المفروض يتم تناول ده بالدراسة الأكاديمية أكتر من كده أكتر من كده بكتير 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 يمكن دي جوزقية كنا بنتكلم فيها أنا وأستاذ محمد مع دكتور عمر عبد الحميد كان عالم مكلسوم لكن الآخر ما يعرفش عن ثقافتنا كتير المجتمع الأمريكي والأوروبي ما يعرفش كفاية خالص خالص احنا عندنا لير ضخم جدا جدا وعميق من التنوع والزخم الثقافي الفني اللي مش معروف خالص شكرا